فقر وبطالة وخوف كبير من القادم صفات اختصرت واقع الحال الذي يعيشه العراقيون اليوم فقمه انتشار كبير لوباء كورونا وفشل حكومي تعزز فبات عنوانا يرافق العراق كيفما وأينما حل بين مطرقة الفقر وسندان كورونا الذي حل على العراق فكشفها شاشة النظام الصحي فيه يقضي العراقيون اليوم حياتهم فقدين اي بصيص امل ينتشلهم مما آلت اليه احوالهم موقع اوبن ديموكراسي البريطاني الذي يعمل في اعداد التقارير والتحليلات بشأن القضايا الاجتماعية والسياسية قدم مؤخرا وصفا لما يواجهه العراقيون من تحديات كبيرة في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا بينهم الموقع قدم امثلة على فشل السياسات الحكومية في مواجهة الوباء منها ما رصده في عدد من شوارع بغداد حيث الاكشاك والمقاهي والمطاعم المزدحمة التي لا تزال تقدم خدماتها للمواطنين الذين لا يرتدون الكمامات ولا يتقيدون بالمسافة الاجتماعية تجنبا للإصابة بالفيروس كذلك يصف الموقع حال الحمالين المرهقين قرب ساحة الرصافة حيث يجرون البضائع تحت أشعة الشمس الحارقة وحال سائق سيارات الأجرة التي تحولت إلى حافلات تسعى لعدد أكبر من الركاب وكلاهما يجتهدان للحصول على القليل من المال يسد رمق عائلتيهما التي تصارعان الفقر المتقى وذهب الموقع أبعد في تحليل واقع هؤلاء الناس لافتا إلى عدم وجود البدائل لديهم التي تساعدهم على التزام بيوتهم والابتعاد عن الأماكن المحفوفة بخطر الإصابة بكورونا حيث أن السلطات الحكومية لم تقدم لهم دعما ماديا أو أي نوع آخر من الدعم بل على العكس فشلت في وضع قيود على الحركة ولم توفر مقابل فشلها على الأقل فرقا لمراقبة الناس في الشوارع والأسواق المجدحمة وتوعيتهم صحيا وتقديم الكمامات باهظة الثمن لغير القادرين على شرائها والذين باتت نسبتهم في العراق كبيرة ويرى موقع أوبون ديموكراسي أن للحكومات التي تعاقبت على العراق بعد عام 2003 اليد الطولة في المآسي التي يعيشها العراقيون اليوم فقد افتقرت لإرادة التغيير وهمشت تنويع الاقتصاد الذي انحصر اهتمامه بالنفط وأغرقت الأسواق المحلية بالسلع الأجنبية حتى بات العراقي غريبا محتاجا في وطنه اشتركوا في القناة